السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معنا النهاردة الدرس الخامس والأخير في المفهوم الأول في الوحدة الثانية الطرح مع إعادة التسمية يعني إيه الطرح مع إعادة التسمية اللي احنا كنا بنقول فيه ما ينفعش وبنستلف تعال نشوف حكاية الاستلاف أصلا جات إزاي لو عندنا عملية حسابية زي دي كده بالظبط المطلوب مني إن أنا هطرح إزاي كانوا بيطرحوا زمان وجات لهم فكرة الاستلاف آدي جدول القيمة المكانية بتاعي اتفقنا قبل كده إن ده بيت الولى حاجة اللي هو بيت الوحدات عندي ثلاث خانات فيه أحد عشرات مئات والتاني بيت الألوف عندي ثلاث خانات فيه أحد اللي هي أحد الألوف عشرات ومئات كل الموضوع إن إحنا بنكتب العدد الكبير أو العدد الأول بنرسمه جوه الجدول ده فبنيجي هنا للأحد تمانية فبنعمل تمن مربعات صغيرة والعشرات اتنين فبنرسم عمودين المئات تلاتة فكانوا بيعملوا تلات مربعات وأحد الألوف اللي هي خانة الألف تلاتة فكانوا بيعملوا تلات مكعبات ده كده العدد الكبير وبعدين بنشيل منه العدد الصغير يعني التمن مربعات الصغيرين أو اللي في الأحد بيتشال منهم أربعة فانا بمسح أربعة طيب وبعدين المفروض أن العمودين بتوع العشرات يتشال منهم ستة طيب ياميس هيتشال منهم ستة ازاي؟ دول هما اتنين بس آه من هنا بقى طلعت كلمة ما ينفعش طيب أنا ياميس هعمل ايه؟ قالك بص بقى أصلا أصلا عشان تاخد منهم ستة لازم يكونوا عدد أكبر من الستة فساعتها لازم يستلفوا من الخانة اللي بعدها هندرب مربع من المئات فهنلاقيه يتقسم عشر أعمدة طويلة العشر أعمدة الطويلة دول مكانهم في العشرات فهيقوموا منقولين لخانة العشرات كده يبقى احنا ضربنا مربع وفكناه بعشر أعمدة حطناهم في العشرات واختفى المربع ده من المئات فبقت العشرات فيها الاتنين الأدام والعشر الجداد تعرف تشيل منهم ستة؟ طابعا أدي كده واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة طيب هنجي للمئات المطلوب ان احنا نشيل منهم واحد فهنشيل منهم واحد خلي بالك الواحد اللي احنا شلنا من المئات ده اللي كان المفروض نطرحه لكن الواحد اللي احنا ضربنا من شوية فكناه لعشرة اتحوله في العشرات المهم ان ما تبقاش في خانة المئات غير مربع واحد طب خانة الألوف هنشيل منها مكعبين ونبتدي نعد الحاجات اللي تبقت من الأحاد اتبقى أربعة من العشرات اتبقى ستة أعمدة من المئات اتبقى مربع واحد ومن الألوف اتبقى مكعب واحد وكان ده ناتج الطرح طب هل احنا المفروض ان احنا كل مسألة نعمل فيها كده؟ لا انت بس بتعرف هي جات ازاي قبل ما نكمل عشان اضمن لك انك مش هتحتاج تاخد درس خصوصي في الرياضة يبقى لازم تكون واشترك معنا في القناة ومفعل الجرس ولو انت على الفيسبوك اشترك في الجروب اللي احنا بنذاكر فيه وبعد ما تخلص اي فيديو انزل تحت في صندوق الوصفة هتلاقي لينك الامتحان تدخل تحل الامتحان عشان تطمن ان انت فعلا فهمت الدرس وقادرت تحل عليه ويلا تعالى عشان نفهم الدرس طيب تعالى نعرف كل انواع مسائل الطرح اللي ممكن تجيلك كده كده لازم تبقى عارف ومتأكد ان الكبير هو اللي هيتكتب فوق او هو اللي هيتكتب الاول اول نوع الطرح العادي اللي مش محتاج استلاف اصلا ففكرك دايما ان انت بتطرح وحتى بتجمع من بداية المسألة وبدايتك من يمينك لان اليمين هو الاحد فبدايتك دايما من الاحد فبتيجي تمشي بالترتيب الخنات تحت بعضها سبعة ناقص اتنين خمسة خمسة شيل واحد اربعة اربعة شيل تلاتة واحد تلاتة شيل واحد اتنين طيب تاني نوع الطرح بالاستلاف مرة واحدة فبنيجي نقول واحد ناقص خمسة ماينفعش الواحد ده لما تيجي للسبعة عشان تسلفه السبعة هتقل واحد بس الواحد اللي قلته السبعة فبقى ستة اتقطع لعشر اجزاء تقدر تديهم للواحد فهي اصلا كانت واحد حطلها عشر اجزاء واحد وعشر احداشر وساعتها بنقول الواحد يبقى احداشر والسبعة تبقى ستة وكأننا خدنا من السبعة واحد وحطينا الواحد جنب الخانة اللي قدامها اللي كانت محتاجة تستلف فبقى الواحد حداشر طب وبعدين يا ميس نبتدي نعد بقى من الصغير اللي هو اللي تحت الحد ما نوصل للكبير بعد الخمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر عدينا ست صوابع ستة ناقس اتنين اربعة لانك ما ينفعش تقول سبعة خلاص انت شطبت عليها خمسة ناقس اربعة واحد والستة ناقس واحد خمسة طيب النوع الثالث الطرح بالاستلاف مرتين ادي المسألة بتاعتي سبعة ناقس تسعة ما ينفعش يبقى السبعة لازم تستلف هتستلف من اللي جنبها فالتنين هتقل هتبقى واحد والواحد اللي احنا خدنا من اللي اتنين ده هيتحط جنب السبعة وتبقى سبعتاشر اقف لما تخلص طرح خانة خانة يبقى ربنا يحلها سبعتاشر ناقس تسعة بعد التسعة عشر احداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر عديت ثمن ثواب وبعدين نبص على الخانة اللي بعدها واحد ناقس خمسة ما ينفعش فالواحد هيستلف من الخانة اللي بعدها اللي هي الاربعة فبقى التالتة والواحد هيقف جنب الواحد يبقى حداشر وساعتها كأني بقولك حداشر ناقس خمسة بعد الخمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر طلعت ستة سوابع وبعد كده نقول تلاتة ناقس واحد اتنين والتمانية ناقس تلاتة خمسة النوع الأخير اللي عندي في المسألة الطرح في حالة وجود الصفر وهنا لازم اسأل نفسي سؤالين امتى الصفر يتحول عشرة وامتى الصفر يتحول تسعة يلا بسم الله واحدة واحدة امتى الصفر يتحول عشرة لو كان هو اللي عايز يستلف سواء كان موجود في أول المسألة او موجود في نصها يعني لو كان الصفر ده هو الخانة اللي قلنا عندها ما ينفعش تبقى عشرة خلينا نشوف هنا صفر ناقس اتنين ما ينفعش يعني كلمة ما ينفعش دي قلناها مع الصفر ده فساعتها الصفر ده هيستلف من اللي جنبها الخمسة بقت أربعة والصفر ده نفسه هيبقى عشرة لأن الواحد هيقف جنبه فهيبقى الصفر عشرة هنا نقدر نقول عشرة ناقس اتنين تمانية أربعة ناقس واحد تلاتة أربعة شيل تلاتة واحد وتسعة ناقس سبعة تنين تاني تعال نشوف المسألة الجاية اتنين ناقس واحد واحد صفر ناقس سبعة ما ينفعش ده الصفر اللي احنا قلنا عليه ما ينفعش وساعتها الصفر هيستلف من اللي اربعة تبقى تلاتة والصفر ده نفسه هيبقى عشرة لأن الواحد جا وقف جنب الصفر عشرة ناقس سبعة تلاتة تلاتة من تلاتة صفر تلاتة شيل اتنين واحد وتعال نشوفها بطريقة تانية اهل المسألة دي مفيهاش صفر لحد دلوقتي تعال بسم الله ستة ناقس سبعة ما ينفعش الستة هتستلف من الواحد فالواحد هيقل ويبقى صفر والواحد ده هيقف جنب الستة فتبقى ستتاشر وساعتها كإني بقولك ستتاشر ناقس سبعة وتفضل تعد بعد السبعة لحد ما توصل للستاشر هتلاقي نفسك طلعت تسع صوابع كده الخانة الاولى تمام تعال الخانة التانية صفر ناقس ستة ما ينفعش يبقى الصفر ده اللي احنا قلنا عليه ما ينفعش هيبقى عشرة لانه استلف من الخمسة فبقيت الخمسة اربعة عشرة ناقس ستة اربعة اربعة ناقس اتنين اتنين سبعة ناقس خمسة اتنين وواحد من واحد صفر والصفر على الشمال ما لهوش قيمة ممكن تمسحه طيب كده فضلنا سؤال امتى الصفر يتحول يبقى تسعة لو الصفر ده ما تنش عايز يستلف مش هو اللي احنا قلنا عليه ما ينفعش خلينا نشوف مسألة زي كده خنى خنى بسم الله صفر ناقس خمسة ما ينفعش يبقى الصفر ده اللي احنا قلنا عليه ما ينفعش عايز يستلف وطبعا لما بص جنبه لا أصفار والأصفار مش هتعرف تسلفه فسافر استلف من مين من الخمسة فالخمسة بقت اربعة الخمسة هنا لما سلفت سلفت مين سلفت اول صفر وساعتها الصفر ده هيبقى عشرة خلي بالك انا بقولك الفكرة دي عشان تسهل عليك لكن القصة الحقيقية بتاعتها هقولها لك كمان شوي وساعتها الصفر الاول بقى عشرة طب هسألك سؤال الأصفار اللي في النص دي كانت عايزة حاجة ولا كانت عايزة تستلف ولا حتى كان لسه جات دور عليها لا يا ميس يبقى الأصفار اللي في النص اللي ما كانتش عايزة تستلف هتبقى تسعات خلاص كده عشرة ناقس خمسة خمسة تسعة ناقس واحد تمانية تسعة ناقس سبعة تنين أربعة ناقس تنين تنين طيب ايه القصة بقى يا ميس بتاعتها أصلا ان الصفر لما قلنا ناقس خمسة وقلنا عنه ما ينفعش لما جايز تلف من الصفر اللي قبله ما لقاش واللي قبله ما لقاش ما لقاش غير الخمسة الخمسة موافقة تسلف بس بشرط تسلف الخانة اللي قبلها بس وساعتها الخمسة بقى تربعة والصفر اللي قبلها بقى عشرة طب ما انا عندي نفس المشكلة الصفر الاولاني محتاس فرجع للصفر اللي قبله برضو ما لقاش معا فلوس فرجع للصفر اللي قبله لقى معاها عشرة ربنا كرمه فقال له انا هستلف منك فبقت العشرة دي تسعة والصفر ده بقى عشرة طب ما لسه المشكلة اللي عندي موجودة برضو الصفر الاولاني محتاس بس ساعتها الصفر الاول لما بص للصفر اللي قبله لقى ربنا كرمه بقى عشرة قال له بصي بقى انت ملكش حجة ربنا كرمك وبقت عشرة سلفني فقامت العشرة بقت تسعة وتحط الواحد جنب الصفر بقى عشرة وهنا بقى اخد الشكل اللي احنا كنا بنتكلم عليه ان الصفر اللي كان عايز يستلف من البداية هو الوحيد اللي بقى عشرة وبقيت الاصفار بقت تسعة وطبعا كلهم استلفوا من اول خانة ظهرت بعد الاصفار طب ميس ممكن اسألك سؤال تفضل هو الصفر ده يبقى عشرة يبقى تسعة يبقى ايه بس كده الصفر يبقى عشرة لو هو اول واحد عايز يستلف سواء كان في اول المسألة او نصها يبقى تسعة لو هو مش اللي عايز يستلف والكلام ده برضو حتى لو كان في نص المسألة يعني مسألة زي كده يلا بسم الله خمسة ناقس اتنين تلاتة سبعة ناقس تسعة ما ينفعش السبعة هتستلف بس مش هتعرف تستلف من الصفر فسفرت تستلف من الاربعة فالاربعة بقت تلاتة والسبعة بقت سبعتاشر والصفر اللي في النص اللي شايفهم رايحين جايين ماينفعش مايتقصرش لازم هيتقصر بس عشان مش هو اللي كان عايز يستلف فبقى الصفر اللي في النص ده تسعة طب جات منين التسعة اصلا في الحقيقة ان الاربعة بقت تلاتة سلفت الصفر بقى عشرة لان الاستلاف بيحصل للخانة اللي قابلي بس والعشرة هتسلف السبعة فبقت العشرة تسعة والسبعة سبعتاشر عشان كده بنقول الصفر اللي في النص اللي ما كانش عايز يستلف بيبقى تسعة لانه مجرد وسيط كده بقت سبعتاشر ناقص تسعة هتعد من بعد التسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر كده تمانية والتسعة ناقص أربعة خمسة والتلاتة ناقص واحد اتنين طيب يجي السؤال يقولك استخدم خوارزمية الطرح يعني اطرح لحل المسائل ده اول مطلوب اقف اطرح وبعدين ربنا يحله صفر ناقص خمسة ما ينفعش هو ده الصفر اللي احنا قلنا عليه ما ينفعش فالصفر ده هيبقى عشرة ويستلف من الاربعة اللي جنبي فبقى التلاتة عشرة ناقص خمسة خمسة تلاتة شيل تلاتة صفر ستة شيل ستة صفر التلاتة شيل اربعة ما ينفعش هتستلف من الاتنين فالاتنين هتبقى واحد والثلاثة هيتحط واحد جنبها هتبقى تلات عشر تلات عشر ناقص اربعة تسعة وواحد من واحد صفر والصفر عش مال ملهوش ايما طيب ده كده اول مطلوب المطلوب التاني ايه؟ ثم قرب كل عدد الى اقرب الف للتحقق من معقولية اجابتك فانا هاجي هنا اقرب لاقرب الف يعني خانة الالوف اللي هي التلاتة هتبص على اللي قبلها الستة غنية هتديني واحد فهتبقى التلاتة اربعة كل اللي قبله صفار واللي بعده ينزل زي ما هو اتنين ناقص اقرب برضو الاقرب الف يعني اللي اربعة هتبص على اللي قبلها الستة غنية هتديها واحد هتبقى اللي اربعة خمسة كل اللي قبله صفار واللي بعده هينزل زي ما هو واحد تعال نطرح تلت صفار نزلوا أربع ناقص خمسة ماينفعش هنستلف من الاتنين هتبقى واحد واللي أربع هتبقى أربعتاشر أربعتاشر ناقص خمسة تسعة واحد ناقص واحد صفر والصفر ما بيتكتبش على الشمال طيب تعال نشوف المسائل الكلامية اللي بتيجي على الطرح وعشان نسهل على بعض في شوية كلام لو شفته في المسألة اعرف ان المسألة دي طرح كلمة يزيد واللي شبهها زيادة كلمة ينقص واللي شبهها نقصان كلمة يقل كلمة الفرق وكلمة الباقي واللي شبهها المتبقية الكلام ده لو شفته في المسألة اعرف ان المسألة دي طرح وطبعا طالما هنطرح هنطرح الكبير ناقص الصغير يلا حبيبي باسم الله مسألة من مسائل كتاب المدرسة واحنا واخدين مسألة واحدة لان في مسائل يعني بدلناها بمسائل اسهل ارادت نملة من نوع النمل ذي الفك المصيضة عبور النهر الذي كان عرضه 3548 سانتي يبقى كده كل النهر على بعضه 3548 وكانت النملة قد سبحت بالفعل مشت في النهر ده 1672 سانتي ما المسافة المتبقية التي يجب ان تسبحها النملة كلمة المتبقية يعني شبه الباقي يعني طرح واحنا في الطرح بنترح الكبير ناقص الصغير فكتبنا هنا الكبير وهنا الصغير ولما وقفناها كتبنا برضو فوق الكبير وتحت الصغير وابتدينا ان احنا نطرح 8 ناقص 2 6 4 ناقص 7 ماينفعش اللي 4 هتستلف من الخمسة بقت 4 واللي 4 اتحط 1 جنبها بقت 14 14 ناقص 7 7 4 ناقص 6 ماينفعش هنستلف من اللي جنبها التلاتة هتبقى 2 والواحد هيتحط جنب الاربعة تبقى 14 14 ناقص 6 8 2 ناقص 1 1 يبقى المفروض النملة دي فضل لها 1876 سانتي كفاية مسألة واحدة لفظية عن النمل عشان كفاية نمل في المنهج كتر قوي مع أدهم بنا آدم يعني بقى أدهم ده 4250 جنيه فإذا صرف منها 1300 جنيه فقدر عدد الجنيهات المتبقية امسك خليك فاكر إن احنا هنطرح المتبقية معه ثم قارن تقديرك بالناتج الفعلي احنا اتفقنا المتبقية يعني ترحى حجيب العدد الكبير اللي هو هنا 4500 أشيل منه العدد الصغير اللي هو 1300 صفر من صفر صفر خمسة شيل الهوى خمسة خلي بالك طالما الكبير فوق ما يهمكش خمسة شيل الهوى خمسة لكن لو كنا عكسنا وقولنا صفر ناقص خمسة كان لازم نقول ما ينفعش ونستلف نكمل اتنين ناقص ثلاثة ما ينفعش الاتنين هتستلف من الاربع فبقت الاربع تلاتة والاتنين هتبقى اتناشر اتناشر ناقص ثلاثة تسعة تلاتة شيل واحد اتنين طيب ده كده الناتج الفعلي هو هنا بقى بيقولك قدر فانا هاجي هنا اقدر الاربع هتبص على اللي قبلها الاتنين فقيرة هتفضل الاربع اربعة زي ما هي وكل اللي قدامها اصفار ناقص الواحد هيبص للتلاتة اللي قبل منه فقيرة فالواحد هيفضل زي ما هو وكل اللي قدامه اصفار ونبتدي ان احنا نطرح التلات اصفار نزلوا اربع ناقص واحد تلاتة هنا 2950 وهنا 3000 دي قريبة جدا جدا منها يبقى التقدير هنا مقبول فهمتو حبيبي؟ وبكده يبقى خلص الدرس ولو انت حقيق فهمت الدرس هتعمل اللايك الجميلة والتعليقات المحترمة اللي انا بحبها ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل درس جديد وتنزل تحتك الوصفة هتلاقي لينك الامتحان ادخل حل الامتحان عشان ترتاح من الدرس ده خالص اشوفك على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة